اشتركوا في القناة وضع اول دستور المدينة والذي يسمى بصحيفة المدينة ولكنها سماحة الاسلام التي تعطي للانسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولحكمة الهية ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس قبلة اليهود قرابة 16 شهرا او 17 شهرا رغم كل هذا لم يؤمن من اليهود الا نفر قليل وظل اغلبية اليهود على ضلالهم وعدوانهم وصدق عبدالله ابن سلام رضي الله عنه ارضاه وكان من احبار اليهود ثم اسلم بان اليهود قوم بهت يعلمون الحق ثم ينكرونه وكان اليهود عن حق اسده في التدليس والتشكيك وبث السموم بين المسلمين وكانوا يقولون للمسلمين كيف تصلون الى قبلتنا ولا تتبعون ملتنا وذكر في كتب اليهود ان نبي اخر الزمان سوف يصلي الى قبلتين وقبل تحويل القبلة انزل الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وبالفعل قال السفهاء من اليهود ذلك واستخدموا كل الاسلحة القذرة الممكنة وغير الممكنة لبث السموم بين المسلمين اتدرون لماذا لان اليهود يقدسون الجهات لكن المسلمون يقدسون رب الارض والسماوات واليهود يعظمون الاماكن والمسلمون يعظمون رب الاماكن واليهود يعبدون المادة لكن المسلمون يعبدون رب المادة كان من اقوال اليهود عجبا لهؤلاء طرة يستقبلون بيت المقدس وطرة يستقبلون غيره وقالوا أيضا ارتد محمد عن قبلتنا وغدا يرتد إلى دين أبائه وقالوا للمسلمين أخبرون عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله بها مسافة قال اليهود هذا وأكثر وهم يعلمون علم اليقين من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين وكانت بحق فتنة عظيمة ثبت فيها المؤمنون ونافق المنافقون وارتد عن الإسلام ضعيف الإسلام ونزل قول الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى لا يعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون وسيجازيهم على ذلك